الحمد لله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من غرفة ماء بيده بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق ويكرر هذا ثلاث مرات بعض الناس إذا أخذ الماء بالفم يخرجوا بدون أن يديره في الفم وهذه ليست مضمضة أديروا الماء في الفم بعضهم يضعوا على طرف الأنف ولا يسحبوا إلى الداخل وهذا ليس استنشاق إسحبه ثم استنثر باليسرى